اليوم انا عندي قصيدة يا ابو رياض وطنية بمناسبة باعة الملك باعة الملك كمتها الرشيدة يقول يا موقف العز في مطلع وعنوان عنوان يا موقف العز في مطلع وعنوان لهيمن الفكر واطلقنا قيوده قل للقصيدة العظيمة الجزل لاهان يرقى معي لين يرقى في سنوده قل للقصيدة العظيمة الجزل لاهان يرقى معي لين يرقى في سنوده تنفس الحرف عرف وقاف ووزان على ضفاف السحاب ومد جوده الليل راحت عليها بسرج وعنان وليدة الصبح لساقب عموده الليل راحت عليها بسرج وعنان وليدة الصبح لاساقب عموده الشاعر اللي يعيش بداخل إنسان في خدمة الدين كثف من جهوده يولد على فطرة الله خمسة تركان ويموت والشرع ما تقرب حدوده الحق صفر بعينه رمح وحصان وتأبط السيف واعلن عن ابنوده يموت الإرهام ما يلقى الهوطان وينفى مثل ما نفى خيبر يهوده يموت الإرهام ما يلقى له أوطان وينفى مثل ما نفى خيبر يهوده مسرح ثلاثة ربيع أول سنة حان موعد لقى الحرم مخاينة عهودة عصر الحزم توحده صف واحد قلبه ولسان والنصر بمر الكريم تهب نوده تطرف الفكر من مفسد وخوان موجود بالوقت من يلغي وجوده المملكة في الوجود وسيدة شان يدريبها منه ويجمع حشوده المملكة في الوجود وسيدة شان يدريبها منه ويجمع حشوده والرأي هاللي يتنادي باسم سلمان تؤمن بحزمه وتعرف من جنوده هالحاكم اللي كلامه حد شامان مودعم عاديه يابستن عدوده ياخذ من الصبر حزم وعزم ويمان ومن الرواسنة هالعزه عزة صموده قضاء على مندعى باطل وبحتام ما طاه عزمه ولا احتزت حيوده والمحزم اللي يتحزن فيه مليان وزير جيش على العليا يقوده الصعب من قبل يصبح في خبر كام محدن حواطين من ثالث عقوده اللي محمد رصخ في كل الاذهان سيطر على المجد في قمة صعود في مولد حكم وسيادة وميدان على السياسة ربا واشتد عودة فسلامتكم صح لسانك وبيض الله وجهك وعسى الله يجي مننا حكامنا صح لسانك والله